قبل 16 عاماً أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها للعراق وبدأ مع هذا الغزو فصول تغريبة لم تنتهي عانى العراقيون خلالها معانوه في رحلة نزوح داخل وخارج بلادهم بعد هذه السنوات التي مرت تفتت المجتمع وتغولت الطائفية والانهيار الأمني مضطر مئات الآلاف إلى ترك منازلهم واللجوء إلى دول الجوار لينتهي بهم المطاف لاحقاً لاجئين في العديد من الدول ومع علان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2010 توجهه لسحب القوات الأمريكية من العراق كانت لحظات حاسمة تضاعف خلال السنوات التي تبعها منهج من القمع والتعذيب والتغيير الديمغرافي بشكل أوسع انتهى بظهور تنظيم الدولة عام 2014 والذي استخدم كشماعة وليس بما بالصدفة لإذاقة المدن والمحافظات التي قاومت الاحتلال طعم القصف والحصار والنزوح أمام هذا كله اضطر أكثر من أربعة ملايين شخص للنزوح داخل بلادهم في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات العيش الإنسانية اليوم وبعد مرور أكثر من عامين على انتهاء العمليات العسكرية ضد التنظيم لم يستطع أكثر من مليوني نازح حتى الآن العودة إلى منازلهم بحسب ما أكده أحدث تقريرا أعدته منظمة الأمم المتحدة التقرير عزى ذلك إلى عوائق قبيرة منها القضايا المتعلقة بالوثائق ودمار مناطقهم وانعدام الخدمات الأساسية والمخاوف الأمنية التي حرمت الكثير منهم العودة بسبب تسلط ميليشيات الحجد على تلك المناطق ما تسبب أيضا ببوجة نزوح عكسية لذات الأسباب في وقت تقول الوكالة الأمريكية للتنمية إن أكثر من 6 ملايين و700 ألف عراقي آخرين ما زالوا بحاجة إلى تقديم مساعدات عاجلة ويبقى الاحتلال الأمريكي للعراق هو الأساس والامتداد لهذه المآسي التي حاقت بالعراقيين حيث فقدت معه الدولة معناها وسلطتها وتحولت زمام الأمور بيد ميليشيات وأحزاب لا يهمها عاد النازحون أنبقوا فيتيهم وتريد أن تظل الأمور كما هي ليستمر نهب ثروات البلاد ونفتها الذي تحول النقمة على العراقيين لا نعمة بوجود هذه القوى السياسية الفاسدة